قال رحمه الله باب تحريم سفر المرأة وحدها قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها متفق عليه ثم عقد هذا الباب هو آخر باب عقده رحمه الله في هذا الكتاب المتعلق بآداب السفر قال باب تحريم سفر المرأة وحدها المقصود بوحدها بدون محرم بدون محرم لأن المرأة يحرم عليها أن تسافر مع غير ذي محرم وجاء في ذلك وعيد وجاء في ذلك نصوص عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها قال تؤمن بالله واليوم الآخر ذكر الإيمان بالله باعتبار أن الله عز وجل هو المقصود بالعمل المتقرب إليه بالطاعة وذكر اليوم الآخر باعتبار أنه دار الجزاء على الأعمال يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها والمحرم هو الزوج وكل من تحرم عليها المرأة على التعبيد من نسب أو سبب مباح قال الشارع رحمه الله قوله تؤمن بالله واليوم الآخر خص المؤمنة بالذكر لأن صاحب الإيمان هو الذي ينتفع بخطاب الشارع وينقاد له وفي هذا الحديث النهي عن سفر المرأة بغير محرم وأن ذلك حرام نعم يعني لما قال لا يحل امرأة تؤمن بالله المرأة التي في قلبها إيمان إيمانها يردعها إيمانها يردعها ولما تذكر بالله باليوم الآخر يردعها ذلك وتخاف لكن إذا ضعف هذا الإيمان أو عدم فإنها لا تبالي ضعف هذا الإيمان أو عدم فإنها لا تبالي نعم قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه ثم أورد حديث بن عباس رضي الله عنهما وهو بمعنى الحديث الذي قبله وفيه تحريم الخلوة تحريم الخلوة بالمرأة الخلوة أن يخلو بها رجل أجنب عنها لأنه كما جاء في حديث آخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما أن هذا باب شر وباب فتنة والشريعة جاءت بإغلاق منافذ الشر وأبوابه قال لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام كان رجل في المجلس فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة خرجت حاجة وإني تتبت في غزوتي كذا وكذا يعني وشارك في القتال قال انطلق فحج مع امرأتك انطلق فحج مع امرأتك لا تتركها تسافر الحج بدون ان يكون معها محرم ولا شك ان هذه المرأة لما خرجت حاجة معها رفقة من النساء معهن محارم فهذا يفيد ان الرفقة يعني الرفقة من النساء ولو كثر عددهن لا يعد ذلك ماذا محرم لا يعد ذلك محرم المحرم هو من تحرم عليه وهو الزوج ومن تحرم عليه على التأبيد أو بسبب مباح هذا هو المحرم لكن الرفقة الآمنة مجموعة من النساء هذا ما ورد ما يدل عليه وهذا الآن الرجل لا شك ان امرأته لم تخرج حاجة مع رجال فقط لا يظن ذلك انها خرجت مع رجال فقط لا بد انها خرجت مع رجال معهم اهلهم وازواجهم وهي مع النساء تمشي رفقة آمنة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا انطلق فحج مع امرأتك نعم قال الشارح رحمه الله قال الموفق والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح قال الحافظ واستدل بالحديث على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم وهو اجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج نعم يعني هو يقول وهو اجماع في غير الحج والعمرة في الحج والعمرة فيه خلاف لان بعضها للعلم يجيز سفرها مع الرفقة المأمونة لكن ليس هناك ما يدل عليه بل الأدلة واضحة في عدم صحة ذلك والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله من استطاع إليه سبيله ولهذا مثل ما ذكر من أهل العلم من جعل هذا من شرائط الحج من شرائط الحج وتوفر المحرم للمرأة إذا ما توفر المحرم فهو غير واجب عليها لأنها غير مستطيئة في حكم غير المستطيئة لأن من شروط الاستطاعة في حق المرأة توفر المحرم لها لأنها نهيت شرعا أن تسافر مع غير ذي محرم لها نعم ترجمة نانسي قنقر